تأمين ربما هناك مسؤولية أكثر اليوم عليكم بسبب هناك تحدي أمني سبق وان حدث قبل يوم أو ما شابه ذلك الضربات الأمريكية هذا كان تحدي أمني الآن هناك تحدي أمني آخر ربما يكثف ويضاعف من هذه المسؤولية لو تفصلون لنا هذه التفصيلة تحديدا نعم بالتأكيد نحن دائما في الخطط الأمنية وفي إجراءاتنا نعتمد أصعب التحديات ونذهب إلى أبسطها وبناء على معلومات استخبارات اليوم أنت تتكلم عن تأمين حماية وأمني أكثر من عشر ملايين زائر فقط سكان بغداد هو يتجاوز العشر ملايين ناهيك عن الداخلين من المحافظات القادمين من خارج العراق من البلدان العربية من البلدان الإسلامية هذا يفرض جزء كبير وجهد كبير عن القوات الأمنية القوات الأمنية بقدر المسؤولية بقدر التحدي لذلك أعلنت خطة مغايرة الخطة الأمنية تختلف عن السنوات السابقة من حيث الإجراءات الابتعاد عن القطوعات حصلت بعض القطوعات بحكم جغرافية بعض المناطق بحكم الضغط في الأعداد كانت قطوعات وقتية ولم تكن ثابتة اليوم عدلنا ورفعنا الكثير منها وذهبين باتجاه إلغاءها نهائيا الخطة الأمنية مرت على شكل ثلاث مراحل طبعا المرحلة الأولى كانت مرحلة عمليات استباقية تم الإعداد لها مسبقا بموجبها تم مداهمة أوكار مطلوبة للقضاء ملاحقة مطلوبين تفتيش تنسيق إعداد كامل المرحلة الثانية كانت مرحلة فحص وتجريب القطعات على الأرض بموجبها أعددنا خطة مشابهة للخطة المنفذة وعالجنا كل الثغرات والآن دخلنا في مرحلة الفاينل الفصل الثالث هي الخطة التنفيذ المباشر إلى هذه اللحظة وفي منتصف فصولها لن نسجل أي خروقات العملية تسير من ما مرسوم لها انسيابية عالية جدا خطة خدمية ناجحة خطة أمنية ناجحة والأجهزة الأمنية تنتشر إضافة إلى تعزيزات وصلت من عدة محافظات منها نينوى وبابل والمثنى وصلاح الدين وتعزيزات أخرى تعزيزات في مجال الشرط الاتحادي نشد على إيديكم بكل تأكيد هذه الجهود الجبارة ليست غريبة علينا إذن التنسيق سيادة العميد التنسيق مع وزارة الصحة أيضا هناك بالتأكيد انتشار أيضا للدفاع المدني لا سمح الله إذا حدثت إشكالية أو ما شابه ذلك هذه التنسيقات أيضا ذكرتم مع الكهرباء أيضا والنقل كيف تسير عملية التنسيق يعني هي شكلت لجنة أمنية عليا وخدمية اللجنة يترأسها معالي السيد وزير الداخلية السيد عبد العمير الشمري فيها كل الدوائر الأمنية من قوات مسلحة عراقية من حشد شعبي من جهاز مكافحة إرهاب من كل الصنوف والتشكيلات إضافة إلى كل الدوائر الخدمية والوزارات الخدمية الكهرباء الصحة النقل أمانة بغداد محافظة بغداد كل هذه المسميات هي موجودة في هذه اللجنة يشرف وزير الداخلية إشراف مباشر على هذا الموضوع فبالذلك القرار والأمر هو مركزي والتنسيق عالي واللجنة مستمرة على مدار الساعة أيضا الأمانة العامة للعتبة الكاظمية موجودة جزء من اللجنة فلذلك هو التنسيق عالي على مدار الساعة على مدار اليوم ونلاحظ أي عقبات أي خروقات أي ما شابه ذلك أقصد خروقات ليست أمنية خروقات احتياجات في مجال النقل أو الصحة أيضا دور وزارة الداخلية والقوات المسلحة لا ينحصر فقط على الجانب الأمني وإنما هناك قطعات خدمية تعمل في هذه الوزارات منها في مجال النقل في مجال الصحة في مجال الدفاع المدني استنفار كامل بالتالي كل مواردنا جهوزيتنا إمكانياتنا ما لم تلك لوجستيا وبشريا نشارك الآن في الخطة الأمنية في تأمين بغداد في جانبي الكرخ ورصافة باتجاه الكاظمية المقدسة سليم جدا سيدة العميد فيما يخص التفويج العكسي بإذنه تعالى متى سيبدأ وما هي الإجراءات وفي أي يوم ربما قريب يعني التفويج مستمر هو منذ بداية الخطة أغلب الزائرين يصل إلى الكاظمية نسعى بشكل كبير جدا إخلاء أي زائر بعد انتهاء الزيارة اتخنى كل العجلات خطة النقل ما ميزها هذا العام كان في كل عجلة نقل كبيرة هناك عنصر أمن حتى لا تتوقف حتى لا يكون زخم في العجلات وإيضا يكون الإجراء سريع والتسهيل أسرع لذلك هذا أيضا إضافة جديدة للخطة الأمنية الآن التفويج مستمر لكن قد نشهد يوم غد وبعد غد تفويج أكبر في حكم مصول الأعداد وخروجها هذا الموضوع وضعت له حسابات كاملة وعدت له خطة كاملة لهذا الغرض تمام طيب سيدة العميد باستفهام من أخير أود أن أعرف المواقف الأمنية التي استنبطتموها من هذه الزيارة لهذه السنة بما أنها تختلف كما تقولون جنابكم وكما نلاحظ ونرصد أعلاميا ما هي المواقف التي تستنبطونها يعني المواقف نحن دائما نستلهم من هكذا مناسبات مهمة نستلهم الصبر الإصرار التحدي العزيمة أيضا القوات الأمنية تأخذ امتدادها الروحي من هكذا مناسبات فبالتالي نؤدي واجبنا بكل مهنية بكل حرفية بكل إخلاص ومع ذلك مع السهر والتعب وطول الأيام نشعر بالسعادة ونشعر بعدم التعب مع وجود التعب بعدم التعب في أداء واجباتنا سيادة العميد مقداد دميري المتحدثة رسمي باسم وزارة الداخلية أشكرك جزيلا شكرا على هذه التوضيحات المهمة تشرفت بوجودك معنا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة